مسأكم سعيد مشاهدين من جديد الأجواء الماطرة إن شاء الله مستمرة عبر مختلف المناطق الشمالية خاصة الداخلية وأغلب المناطق الجنوبية وهذا بعد الظاهرة أمطار راديا موسمية راح تكون هذه الأمطار أكثر غزرة وأكثر اعتبارا بحول الله خاصة يوم الأربعاء لتنتقل يوم غد ثلاثة إلى السواحل الشرقية خاصة سواحل بيجاية جي جي سكيك داعنا باواء الطرف إن شاء الله يعرفتكم أمطار خير وفي هذا الإطار مشاهدين قامت صبيحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية بإصدار نشرية خاصة أكدت من خلالها على تساقط أمطار راديا معتبرة محليا بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملمات البداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر بحولها في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثة وهذا عبر كل من ولاية تامانراس بورجباجي مختار وكذلك ولاية إنجزا الآن مشاهدين نشوفوا مع بيجاية وقوعات خلال الساعة القليلة المقبلة فيما يخص تساقط الأمطار بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس سنلاحظوا الأمطار راديا تقديم حاضرة بعد الظاهرة عبر مختلف المناطق الشمالية خاصة الداخلية منها اليوم غد الثلاثة لتنتقل هذه الأمطار إلى سواحل كذلك الشرقية بحول الله مساء يوم غد أمطار راديا حاضرة كذلك على الجنوب الغربي وأقصى الجنوب أما عن يوم الأربعاء لنحظوا مع بعض أمطار نوعا ما تكون معتبرة محلية وتكون متفرقة وحتمس كذلك السواحل الوطنية راح تميز كل على سبيل المثل كل من ولاية سعيدة تيارة كذلك غليزة نحتى على مدينة تشلف عينو السارة مدينة بوسعدة على مدينة الجلفة مسعد كذلك على استيف قسنطينا عين البيضة باتنا يعني أمطار متفرقة يوم الأربعاء ستكون بالخصوص وتكون معتبرة على المدن الداخلية للبلاد لتنتقل كذلك إلى السواحل الوطنية يوم الأربعاء وحتى يوم الخامس ألاحظوا يوم الخامس لأمطار كذلك ستمس خلال في حدوث ساعة الثالثة بعد الزوال مختلف المناطق الشمالية بدون استثناء الكميات بحول الله يوم الأربعاء تكون بين 20 إلى 40 ملاي متر المحلية إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير فيما يخص كذلك المناطق الجنوبية يبقى دايما أقول النشاط لخلايا رعدية موسمية ماطرة بحول الله تخص أغلب المناطق الجنوبية للبلاد وإن شاء الله يا رب تكون أمطار خير هي الأمطار نلاحظوا فيها يعني آتت مسبقا يعني كانت في نهاية فصل الصيف نشاهده تساقط أمطار يعني مرحلة انتقالية ونهاية فصل الصيف تبقى دايما هذه الأمطار الموسمية حاضرة إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير نمر الآن إلى درجات الحال مرتقبة بداية من يوم غد الثلاثين لغاية يوم الخميس سنلاحظوا درجة حارات قديمة فصلية بالمناطق الشمالية وحارة نسبيا بالمناطق الجنوبية بالضبط على مدينة إنصالح أدرار كذلك على مدينة تندوف حتى على ابن عباس والتيميمون مبين 45 إلى غاية 47 درجة مئوية تحت الظل على عكس شمال الصحراء ومنطقة الواحد وكذلك الجنوب الشرقي ستكون مبين 35 إلى 40 درجة أما بالنسبة للمناطق الشمالية الحمد لله فصلية لكن ستكون مبين 28 إلى 35 درجة كعلى مقياس بالمناطق الداخلية الغربية الخطة الرابط من مدينة تشلف مع سكر غالي سيدة بل عباس كذلك التيارة والسعيدة على عكس السواحل الوطنية نوعا ما منخفضة نسبيا مبين 26 إلى غاية 30 درجة لكن نسب الرطوبة العالية لتخلينا دايما نشعر بنوعا ما بتقص حار وثقيل في نفس الوقت على أغلب المناطق السحلية خلال فترة الصابح وحتى خلال الظاهرة الآن سنشوف مع بعض حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميصة سيكون بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع الياح جيد ضعيفة مبين 10 إلى غاية 20 كم في الساعة الرؤية ستكون متوسطة بفعل انتشار الضباب خلال الصابحة اتجاه الموجة الشمالية الشرقية ودرجة حرارة مياه البحر إن شاء الله يبقى دائما ندافئ مبين 27 إلى 28 درجة مشاهدين بهذه التوقع تصل لطي ورقة حوالة تقصى